شارك وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين في جلسة حوار افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول السلام والديمقراطية وذلك برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وكد المتحدثون خلال الجلسة الحوارية التي عقدت بمشاركة خبراء وبرلمانيين أن العملية الانتخابية جزء من استراتيجية شاملة لبناء الديمقراطية وتعزيز المؤسسات وأرساء قواعد العدالة والمسواة ويمكن لها أن تفتح الطريق أمام سلام مستدام وتحول سياسي حقيقي كما يمكن لصناديق الاقتراع أن تكون وسيلة فعالة لتحقيق التغيير السياسي وبناء السلام وأوضح المشاركون أن الانتخابات تعد من أبرز آليات التعبير الديمقراطي التي تعطي فرصة للشعوب لاختيار ممثليها بطريقة حضارية ومنظمة مما يساهم في بناء استقرار سياسي واجتماعي مشيرين إلى أهمية أن تواكب العملية الانتخابية ببيئة آمنة وإطار شامل يدعم العملية الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر